شاهدين الكرام بالتأكيد لا صوت يعلو الآن فوق صوت الأزمة الفلسطينية الإسرائيلية حيث يواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة يأتي هذا الأمر في ظل التحركات المصرية والاتصالات المكثفة لوقف التصعيد في الأراضي الفلسطينية في ظل دور تاريخي ومحوري مهم جدا للدولة المصرية في التعاطي مع القضية الفلسطينية وتقديم كل سبل الدعم للأشقاء الفلسطينيين في مقدمتها العمل على حماية الشعب الفلسطيني حيث تلعب الدولة المصرية أدوارا سياسية وديبلوماسية فاعلة للدعم الحق الفلسطيني بتشهد مصر حاليا بتوجيهات من القيادة السياسية أكبر حملة للتبرع للدم موجهة لدعم الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة تحديدا خلينا نتحدث بمزيد من التفاصيل عن جهود الدولة المصرية ودورها البارز في دعم القضية الفلسطينية من خلال انضمام معنا في الستوديو الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام أهلا وسهلا بحضرتك أستاذ جميل أهلا بحضرتك أستاذ باسم منوارنا في هذا الصباح والحقيقة يعني احنا نتكلم عن قضية شائكة للغاية عايزين نعرف عن حضرتك دور الجهود المصرية وتقييمك لها حتى الآن فيما تعلق بدعم الأشقاء في فلسطين وتحديدا في غزة وطبعا في البداية لازم نعرف أن احنا أمام أزمة حقيقية أزمة بمعنى إيه بمعنى أن جيش مدجج بكل الأسلحة وكل ما توصل إليه العلم الحديث من تكنولوجيا السياح السلاح بيستهدف المدنيين بيستهدف البنية التحتية لقطع غزة بيقتل الأطفال بيقتل النساء بيشرد المواطنين من أماكنهم دي يعني أنا شايف أن دي تصفية بشكل كبير دي تدرج تحت قوائم جرائم الحرب اللي بتنفذ زيها زي أي جريمة حرب اتنفذت من قبل هي ضد الإنسانية ضد أي حتى قواعد الاشتباك في الحروب قواعد الاشتباك إنهم ممنوع استهداف المدنيين أو الأطفال أو العزة لكن للأسف الشديد إحنا شايفين في الوقت الحالي حالة تجريف كاملة لقطع غزة تجريف حتى للمدنيين اللي متواجدين على الأرض طبعا إحنا دور الدولة المصرية دورها تاريخي وده دورها بسبب موقعها وبسبب قدرتها وبسبب قوتها من المعروف أن مصر دلوقتي هي القوة الفعلة في منطقة الشرق الأوسط هي شغيرة الكبرى للدولة العربية هي اللي متأخرش في أي لحظة عن تقديم أي خدماتها لأي دولة بتطلب العون أو بتطلب الإجازة إحنا شايفين هذه الجرائم كلها اللي بتتم على أرض قطاع غزة نحن داخلين في أسبوع من عمليات القصف المستمر طبعا فيه بداية السبت من السبت الفاتد يعني أسبوع بالزبط بالزبط إحنا شايفين طبعا من الديئة الأولى منذ بداية الأزمة كان فيه تحركات سريعة جدا من رئيس عبدالفتح السيسي اتصالات مكسفة ومستمرة بكل قادة العالم زي ما احنا شفناها وزي ما احنا متابعين محاولة إيجاد صيغة مناسبة لإيقاف هذا الصراع بشكل سريع جدا لأن كل يوم فيه استهداف للمدنيين كل يوم فيه نزيف للشعب الفلسطيني اللي متواجد في القطاع يمكن التصريحات إذا سمحت لنا أستاذ جميل في هذا الشأن التصريحات المصرية منذ بداية الأزمة ومنذ اندلاعها من اللحظات الأولى كانت دايما يعني الخطاب كان حكيم للغاية وكان يتحدث عن عواقب وخيمة للمزيد من التصعيد هيكون هو النتيجة للمزيد من التصعيد بين الجانبين كيف تقرأ هذه التصريحات اليوم بعد مرور أسبوع منذ بداية هذه الأزمة هو طبعا كل ما هيكون فيه تصعيد كل ما هيكون فيه زيادة للأزمة زيادة للأزمة من الطرفين يعني هتلاقي الطرف بالتأكيد يعني العنف بيولد عنف الهجوم هيولد أيضا هجوم على الجانب الآخر فيه مدنيين بتسقط فيه أرواح بتزهق يوميا على إيد آلة عسكرية زي ما بقول لحضرتك أحدث الآلات العسكرية بدعم غربي بدعم أمريكي وخلافه لكن احنا في الوقت الحالي طبعا التحركات المصرية تحركات سريعة جدا على الأرض أهم ما فيها اللي هو أن يبقى فيه ممر آمن لإدخال المواد الغذائية والمواد الإسعافية الأولية وأن مصر قررت أن مطار العريش هيوبة هو نقطة للتقاء لكل دول العالم اللي عايزة تبعث المعونات لغزة بحيث أنها يتم إدخالها عن طريق الممر الآمن طبعا مصر أيضا على الجانب الآخر بتدعو دايما إلى الهدوء تدعو دايما إلى الجلوس على مائل المفاوضات منذ عام 2014 لغاية دلوقتي هتجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي بيتحدث في كل المحافل الدولية أمام الأمم المتحدة في لقاءاته مع قادة العالم ككل بيتحدث عن نقطة واحدة مهمة إذا أراد العالم أن يكون فيه سلام يجب أن تحل القضايا الفلسطينية حل القضايا الفلسطينية بإقامة دولة فلسطينية عصمتها القدس الشرقية عودة إسرائيل إلى حدود ما قبل الخامس من يونيو 67 هي دي الحلول اللي بيسير عليها وطبعا وقف بناء المستوطنات وخلافه لكن يجب أن يكون هناك حل للقضية حل القضية معناها الهدوء في العالم معناها وصول إلى السلام في العالم وهو دا اللي كان بيتحدث الرئيس فيه في الحفلة التخرج الكلية الحربية أنه هو بيدعو رسالة سلام إلى العالم يعني يجب أن يكون هناك سلام لازم يتم حل هذه القضية بشكل سريع جدا طول ما فيه أزمة طول ما فيه مشاكل طول ما فيه صراعات طول العالم كله مش هستقر طيب هل من وجهة نظر حضرتك هو دا اللي بيؤكده أو بتؤكده الأحداث الأخيرة والتصعيد الأخير والأزمة الحالية بين الفلسطينيين وبين الإسرائيليين يعني طول ما ما فيهش حل الدولتين بينفذ طول ما ما فيهش جهود يعني أو بيفضل الموضوع مجمد يعني هو الرهان هنا هل هو على مضي المزيد من الوقت والسنوات والعقود لقبول الأمر الواقع من الجانب الإسرائيلي بيثبت الأحداث الأخيرة دي بتثبت فشل الرهان على هذا الأمر هل بتثبت يعني برضو التعامل الحكيم من الجانب المصري وثوابت القضية الفلسطينية على مدار تاريخها شوف أنا عايز أقول لحضرتك القضية الفلسطينية في قلب وعقل كل مواطن مصري وكل مواطن عربي طبعا إحنا لو شفنا كمان داخل الأراضي المحتلة هتجد إيه هتجد أن هناك استفزازات كبيرة جدا بتتم من الحكومة الإسرائيلية يعني منذ أن تولت حكومة نتنياهو السنة اللي فاتت هتلاقي فيه أكتر من 18 اقتحام للمسجد الأقصى على رأسهم بيجرم المقتحمين وزراء في حكومة نتنياهو هنلاقي فيه استهداف للمدنيين ومنهج ونقل السفرات ونقل السفرات ويعني فيه حركات استفزازية كتيرة جدا كل الحركات الاستفزازية دي بالتأكيد هيبقى لها رد فعل ورد الفعل أنت ما تعرفش رد الفعل هيبقى عامل إزاي ليه لأن فيه استهداف للمدنيين استهداف لأسر استهداف لمنازل اقتحم الأقصى تهديد أيضا وعدم تعليق الصلاة في المسجد الأقصى كل ده بيخلق نوع من الاستفزاز بجانب بقى نقطة مهمة جدا من فيه قرارات للأمم المتحدة أكتر من ساعتاشر قرار للأمم المتحدة ما نفذتهمش ولا التفتت إليهم إسرائيل عدم استهداف المدنيين عدم استهداف الأسار العمل على مثلا التهديئة كل قرارات الأمم المتحدة لم تنفذها إسرائيل وعلى الجانب الآخر ما تلاقيش ولا إدانة عالمية لما تنفذه إسرائيل من عمليات مجازر ومذابح بل بالعكس إحنا شايفين العالم ككل أو الدول الغربية الولايات المتحدة الأمريكية وخلاف كلها بتشجع إسرائيل لتنفيذ هذه العمليات العسكرية وبيتقال إن هي تدفع عن نفسها هي تدفع عن نفسها ضد مثلا عناصر مسلحة ضد قوات مسلحة مثلا لكن ما تدفعش عن نفسها ضد مدنيين وأطفال وعزل ومباني بيتم هدمها وإنت بترجع عن الحياة للصفر مرة أخرى بجانب بقى على الناحية التانية أن فيه يعني زي ما بقول لحضرتك إذا زاد الصراع زادت أطراف أخرى بتسعى أن هي تشعي للمنطقة أو تقدي إلى هزمات كبيرة داخل المنطقة يعني في حالة كل ما الصراع بيزيد كل ما فيه أطراف أخرى بتحاول أن هي تزود الصراع أطراف أخرى بتسعى أن هو يكون لها مصالح أو يكون لها أهداف فيبتدي يهدد الأمن القومي للمنطقة ككل طيب هل كثرت خلينا نقول انحياز الغير مشروط والأعمى أحيانا من جانب دول بعينها أو كينات بعينها لإسرائيل ممكن يكون سبب من وجهة نظر حضرتك في زيادة التدخلات الخارجية في فلسطين هو طبعا الإسرائيل مدعومة طبعا ما نعرف من الولايات المتحدة الأمريكية ومن الغرب بشكل كبير وهو ده اللي احنا شفناها حتى في قرارات كتيرة طلقت وتحرك الأسطول السادس الأمريكي وحاملات الطائرات كل ده طبعا بيردي لإسرائيل الجرأة والقوة أن هي تعمل اللي هي عايزها أنها تنفذ أي عملية عسكرية أنها تقتحم الأقصى أنها تقتل الأطفال تقتصب النساء تقتصب الأرض أصلا هي دولة محتلة يعني دولة محتلة بس زي ما حضرتك بكارت يعني كل فعل له رد فعل وبالتالي يعني لما بيكون الخطاب غير خلينا نقول غير محايد وأيضا الدعم غير منطقي أحيانا وغير محايد في الكثير من الأحيان هل هذا الأمر ممكن في حد ذاته يؤدي إلى وجود ردود أفعال خارجية دعما أيضا لفلسطين بالطبع في ردود أفعال خارجية هتدعم الجانب الفلسطيني وزي ما قلت الحضرتك كل ما هيزيد الصراع كل ما هتطول المدة بتاعة عمليات العسكرية اللي بتنفذ في أطراف أخرى هتدخل يعني إحنا شوفنا في العديد من الأطراف دلوقتي بتحاول أن هي ترجع الصراع أيضا إلى الصفر وتبتدي أن هي تدعم مثلا الفصار الفلسطينية ويبتدي جبهات أخرى تتفتح كل ده يضر بشكل كبير بالمدنيين هو اللي بيدفع التمن المدنيين في النهاية فلازم على دولة إسرائيل أن هي تحترم القوانين والمواصيق الدولية على الولايات المتحدة الأمريكية هي تغير سياستها في الوقت الحالي وهي شايفة الألاف المدنيين وهم بيقتلوا المدينة بقت غزة بقت أرض البنية التحتية تم تدمرها المستشفيات ما فيش حتى ممرات أمنة ندخل فيها يعني يتم إدخال فيها الأدوية أو العلاج بالحديث عن الممرات الأمنة يا أستاذ جميل والعالم كله بيترقب ربما غز وبري لغزة فكرة تصفية القضية الفلسطينية من خلال إجلاء الفلسطينيين من غزة سواء من شمال غزة إلى جنوبها باعتبارها ربما برحلة أولى أو حتى مإجلاءهم من غزة تماما وزي ما ذكر الرئيس عبدالفتاح السيسي هذا الأمر بيمثل تصفية للقضية الفلسطينية تعليق حضرتك على دين هو طبعا ده تصفية للقضية الفلسطينية وده الهدف أصلا وده الأساس أنه هو بيسعى في الوقت الحالي أنه يصفي القضية الفلسطينية يصفيها عن طريق إخلاق غزة كلها وخلاص ما يبقاش في قضية فلسطينية ونبتدي نتفاوض مع الحكومة الموجودة وخلاص على كده ما فيش قضية فلسطينية لكن طبعا في الوقت الحالي لازم الأهالي غزة أنه هما يبقوا في أماكنهم لأنه يقوموا بأي طريقة من الطرق وخلي بال حضرتك محاولة أو التفكير أن المواطنين أو أهالي غزة أنه هما يخرجوا من أرضهم ده معناهم أنه هما سلموا بالقضية يعني رموا الفوطة بالمعنى بتاع الملاكمة لكن لا طول ما المواطن واقف على أرضه الفلسطيني واقف في قطاع غزة بيقاوم بيطالب بحقوق وبيطالب بمشروعيته في أنه يعيش في سلام أنه يعيش على أرضه اللي تم احتلالها وبيتم دلوقتي قصفها بكل أنواع السواريك والأسلحة لازم يقف ويثبت وبعدين في تحركات سياسية على الجانب الآخر يعني التحركات السياسية من جانب طبعا مصر وشايفين مصر بتأدي دورها وزيادة وبتقدم حشد كبير عالمي يعني بتحاول تغير وجهة النظر العالمية فيما يحدث على أرض غزة في الوقت الحالي دور كبير جدا بيقوم بيقوم بير رئيس عبد الفتاح مكثفة جدا وعدد كبير جدا من الاتصالات مكثف قوي على مدار الأيام الماضية بس ده خلينا نسأل حضرتك عن الاختيار اللي نقدر نقول أنه هو يعني إسرائيل بتديه للمواطنين في قطاع غزة تحديدا للفلسطينيين في قطاع غزة هو بيدينا كده يعني هو طلبات بالتهجير طلبات بالنزوح طلبات بالتوجه وحتى كانت في البداية الصريحة طلبات بالتوجه إلى سيناء تحديدا إعادة إحياء من وجهة نظر حضرتك للمخطط الإسرائيلي في هذا الشأن بتهجير وتصفية غزة وبالتالي يعني وجود مختلف للقضايا الفلسطينية أو عدم وجود بقى للقضايا الفلسطينية وتصفيتها وكيف تتعامل مصر مع هذا الأمر لا هو طبعا كان فيه مخطط قديم اللي هو مخطط الشرق الأوسط الموسع واضح أنه هو لم ينتهي لا لم ينتهي اللي هو تأسيم منطقة الشرق الأوسط على أسس بقى دينية على أسس إسنية على أسس مذهبية عقائدية يبتدي يدمر من الجيوش الوطنية من خلال بقى الحروب الزاتية أو تدمير الزاتي للدول وهو ده اللي احنا شفنا في 2011 في العديد من دول المنطقة من أجل عادة التقسيم مرة أخرى وإن هو يتبقى إسرائيل هي القوة الأعظم والكبرى في المنطقة كلها طبعا كان فيه طبعا تحالفات مع تنظيم الإخوان الإرهابي وخلافه وكان فيه لقاءات كتيرة تمت بينهم من أجل هذا الشأن لكن طبعا حتى هنلاقي حضرتك لو تتذكر لما كان الرئيس عبد الفتاح السيسي وزيرا للدفاع أصدر قرار مهم جدا بعدم تملك الأراضي للأجانب فيه على أرض سينة لحماية أيضا القضايا الفلسطينية طبعا ما ينفعش أن أي حد أن أرض يسينه مخطط خطير للغاية وللأسف بيتم إعادة إحياؤه خلينا ننتقل مع حضرتك إذا سمحت أستاذ جميل الكاتب الصحفي الكبير طبعا الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام جزيل الشكر لحضرتك بس اسمح لنا أننتقل مع المشاهدين إلى هذه القلسة القضية الفلسطينية التي ستظل قضيتنا الأولى والمركزية التي توحد العرب جميعا مطالبين المجتمع الدولي بالتدخل الفوري والحاسم الوقف حرب الإبادة الجماعية التي تقوم بها سلطات الاحتلال ورفع الحصار الجائر على قطاع غزة والسماح بإدخال المساعدات الطبية والغذائية فورا إلى القطاع ولا شك أن التضحيات التي قدمها إبناء الشعب الفلسطيني في مواجهة عنف وغطرسة آلة الحرب اللقاشمة للقوة القائمة بالاحتلال يثبت للعالم مجددا أن عزيمة ورادة الصاحب الحق لن تنكسر أبدا وأن سياسات القتل والتدمير والتهجير لن تنجح في إخضاع الشعب الفلسطيني وأنما ستزيد إصرارا في الدفاع عن حقوقها المشروعة وهنا أتوجه بإسمكم جميعا بالتحية إجلال وأكبار إلى أخواننا في دولة فلسطين الذين يخوضون معركة وجود دفاعا عن هويتهم وأرضهم ومقدساتهم الحضور الكريم على الصعيد الأزمات القائمة في منطقتنا العربية فأن البرلمان العربي يدعم بكل قوة كافة المساعي العربية والدولية التي تهدف إلى إيجاد حل سياسي نهائي وشامل الأزمة اليمنية بما يحافظ على وحدة اليمن وسيادته ويدين في الوقت ذاته استمرار منيشال حوثي في انتهاكتها وجرائمها التي تعرق الجهود تحقيق السلام وفي إطار التطورات التي تشهدها دولة ليبيا ندعو أشقائنا الليبيين إلى أعلاء المصلحة الوطنية العليا للشعب الليبي والمضي قدم نحو إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية واستكمال الاستحقاغات التي تقود إلى تحقيق الأمن والاستقرار في كافة نحاء البلاد وفي جمهورية السودان الشقيقة وبعد مرور نحو ستة أشهر على الأزمة القائمة فأن نؤكد على ضرورة أن يكون للدول العربي دور أكبر في حل هذه الأزمة الخطيرة بما يحافظ على وحدة التراب السوداني ووحدة الجيش السوداني ومقدرات شعبه العزيز مثمنين المساعدات التي تقدمها العديد من الدول العربية لشقانا في السودان ونطالب المؤسسات الدولية بسرعة تقديم مساعدة الصحي والغذائية اللازمة للتخفيف من معاناة الشعب السوداني لا سيما بعد انقارب النظام الصحي في السودان على الانهيار بسبب طول أمد الأزمة الحالية الحضور الكريم تعرضت بعض الدول العربية خلال فترة الأخيرة لكوارث طبيعية راح ضحيتها المؤات من الأفراد وفي هذا السياق نعزي باسمكم جميعا مملكة مغربية قيادة وشعبا في ضحايا الززال المدمر الذي ضرب عددا من الأغالي والمدن المغربية وأسفر عن سقوط مؤات الضحايا كما نعزي دولة ليبيا قيادة وشعبا في ضحايا الفيضانات الكارثية التي شهدتها مأخرا والتي أدت إلى آلاف الضحايا ونعزي كذلك جمهورية العراق قيادة وشعبا في ضحايا حادث الحريق الذي يسفر عن سقوط مؤات الضحايا وبالطبع نعزي شعبنا الفلسطيني وأممتنا العربية في الشهداء الذين سقطوا منذ بداية العدوان الغاشم الذي شنت تشنه سلطات الاحتلال على قطاع غزة ولو يفتنا أن نعزي مملكة البحرين قيادة وشعبا في شهداء الواجب خلال تأديتهم دورهم الوطني المقدس ضمن قوات التحالف العربي المشارك في اليمن واسمحوا لي أن نقف دقيقة حداء الأرواح كلها للضحايا الذين فقدناهم مأخرا الحضور الكريم في إطار بعض التطورات الإيجابية التي تشهدها بعض الدول العربية وسط هذه الأزمات المتلاحقة فأننا نهنئ دولة الإمارات العربية المتحدة قيادة وحكومة وشعبا بنجاح انتخابات المجلس الوطني الاتحادي التي جرت مأخرا والتي تمثل خطوة جديدة في ترسيخ دعاء تجربة ديمقراطية الإماراتية كما نهنئ المملكة المغربية قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا مناسبة اختيارها ضمن الدول المشاركة في تنظيم كأس العالم لكرة القدم لعام 2030 والذي يمثل إنجاز عربي جديد في هذا المجال ونأكد على الدعم التام للملف المملكة العربية السعودية في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2034 واثقين من قدرة المملكة على أن تبهر العالم من خلال تنظيمها لهذا الحدث العالمي وأن كذلك دولة قطر قيادة وحكومة وبرلمانا وشعبا مناسبة استضافتها وتنظيمها معرض إكسبوت دوحة 2023 للبستنة والذي يعد أول معرض دولي للبستنة يقام في منطقة الشرق الأوسوط وشمال أفريقيا بهدف تبني حلول مبتكرة للتخفيف من حدة التصحول أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي الحضور الكريم مع بداية دون أقاد الجديد أتطلع بجهودكم المخلصة وإرادتكم الصادقة أن نستكمل معا ما بدأنا سويا وفق رأي استراتيجية وخطة عمل محكمة وطموحة من أجل عمل برلماني متميز يلامس نفض الشارع العربي ويحقق ما يسبو إليه وفي الختام وجدد خالص الشكر وعظيم التغدير والامتنان لكم أصحاب المعالي أعضاء البرلمان العربي لكل ما تبذلون من جهود مخلصة في خدمة أمتنا العربية كما توجه بالشكر والتغدير للأمان العامة لجامعة الدول العربية لما تقدم من تسهيلات لاستضافة اجتماعات البرلمان العربي كل الشكر للأمان العام للبرلمان العربي بغيادة سعادة الأخر المستشار إذن مشاهدين الكرام كنا بنتابع مع حضراتكم هذه الجلسة للبرلمان العربي بنرجع تاني مع الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام بنرحب بحضرتك من جديد ونستكمل حدثنا قبل التوجه إلى هذه الجلسة كنا بنتحدث مع حضرتك عن الخطة والإعادة إحياء هذا المخطط والهدف الكثيرون يقولون أن الهدف هو مصر تعليق حضرتك على النقطة دي هو طبعا الهدف هو مصر يعني مصر في الوقت الحالي لازم نبعارفين أن مصر هي قوة الفعلة في منطقة الشرق الأوسط مصر استطاعت أن هي تحقق تنمية مستدامة فيها مصر رغم أن تكون الجيش الوحيد القوي الصامد القادر على لا أدرت أن هي تواجه ما يسمى بالربيع العربي وإدر أن عندها جيش قوي إدر أن هو يحافظ على حدود الدولة رغم الأزمات اللي موجودة حوالينا يعني لو شفنا الأقليم كله هنلاقي كله مشتعل الغرب ليبيا جنوب السودان طبعا ما يحدث في الوقت الحالي مصر قدرت أيضا أنها تسيطر على التنظيمات الإرهابية وتقدر تقضي على الإرهاب وكان الإرهاب ده الخطة البديلة بعد فشل ما يسمى بالربيع العربي إذن مصر هي الدولة القوية القادرة اللي هي واقفة أمام كل مشروعات لتقسيم المنطقة مصر هي الدولة الوحيدة اللي واقفة أمام كل الأطماع الخارجية لهذا السبب هنجد أن الهدف في الوقت الحالي أن كل ده بيصل إلى أن مصر محطوطة هدف أمام المخططات الغربية وأمام المخططات طبعا احنا شايفين طبعا في الوقت الحالي زي ما كنا بنتكلم قبل ما نطلع فاصل هتجد أن هما كانوا بيتكلموا على نقل أهالي غزة إلى سينة واستقطاع جزء من سينة وده أكبر تهديد مصر لا تقبل ولم تقبل أنها تفرط في حب التراب من أرضها الأشقاء طبعا ليهم مصر بتقدم المساعدات ولكن ما ينفعش أن مصر يتم استقطاع أرض منها مصر الأرض سينة دي فيه مئات الألاف ضحوا بدماءهم في سبيل طبعا تحرير الأرض ودلوقتي فيه تنمية الشاملة إحنا لو شفنا أيضا هتجد على محاولات مثلا العبس في البحر الأحمر محاولات العبس أو السيطاء أو محاولة مثلا في المتوسط وشارع المتوسط إذن محاولة تطويق المصر لكن مصر بدورها بجيشها بقيادتها بشعبها بتماسك شعبها قدرت أنها تتغلب على كل الأهداف وكل المخططات الغربية لطمس الدور المصر لكن مصر قادرة وهي القوة القادرة على إحداث التوازن مرة أخرى في منطقة الشرق الأوسط حضراء كنت بتتحدث عن إعادة إحياء خطة وكنت بتقول حتى أن أثناء الفاصل القصير كنت بتتحدث عن أنها موضوعة منذ سنة 2004 طيب هل هنا الهدف إيقاع وإسقاط الدولة المصرية؟ هل الهدف تهجير الفلسطينيين وتصفية القضايا الفلسطينية؟ أم أنه الهدف ربما يكون مزدوج من خلال ترحيل ونزوح الفلسطينيين من قطاع غزة إلى داخل سيناء؟ هو طبعا ده مخطط الشرق الأوسط الجديد اللي هو تعمل وتم إقراره في قمة إسطنبول لحلف الناتو سنة 2004 هذه القمة زي ما قلت لحضرتك أنها تهدف إلى تقسيم منطقة الشرق الأوسط تقسيم إسني تقسيم ديني تقسيم مذهبي أو خلافه مع إضعاف الجيوش الوطنية من خلال تغيير بقى العقيدة من خلال دخول في صراعات مسلحة مع عناصر من داخل كل دولة زي ده اللي إحنا شايفينه في الوقت الحالي حولينا في العديد من الدول طبعا كان الهدف طبعا مصر إن هي القوة الوحيدة لكن وتم طبعا وجود تنظيم الإخوان الإرهابي عشان يصل الحكم كان فيه مفاوضات معاه على نقطتين إنه هو نقطة الأولينية تغيير العقيدة العسكرية للجيش المصري النقطة التانية اللي هي استقطاع جزء من سيناء لأهالي غزاء كلام ده قاله الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن قال إن مرسي عرض علي الكلام ده وأنا قلت له إن كده القضية الفلسطينية هيتم طمساها خلاص مش يبقى فيها قضية فلسطينية وقاله كمان القيادة عصام العريان قال نفس الكلام بالضبط قال فيها إيه لما ندي جزء من سيناء لأهالي غزاء إذن كان فيه طبعا دير معمول أو اتفاق معمول لوصلهم للحكم يعني حتى أهالي فلسطين هم نفسهم رفضين لهذا الأمر وبالتالي بيتم تخييرهم الآن ما بين الموت وما بين النزوح يعني إحنا طبعا بنقدم كل الدعم وكل مشاعرنا وتضامننا مع الشعب الفلسطيني الشقيق وفي نفس الوقت يعني كل أراضي مصر غالية على قلوبنا وليها هي خط أحمر بالفعل طبعا وجزيل الشكر لحضرتك يعني على وجودك معنا وعلى كل هذه الإضاحات الكاتب الصحفي الكبير الأستاذ جميل عفيفي مدير تحرير الأهرام ألف شكرا لحضرتك على وجودك معنا شكرا لحضرتك شكرا جزيلا